استكمالا لمسيرة العمل الخيرية التي تنتهجها دولة الكويت وخاصة في هذه الايام المباركة تأبى الكويت الا ان تكون الى جانب الاشقاء في اليمن الذين تعرضوا لاعصار ميكانو والذي ضرب سواحل ارخبيل جزيرة سوقطرة حيث قامت الجمعية الكويتية للاغاثة بالتعاون مع وزارة الدفاع بفتح جسر جوي ولعدة ايام بهدف ايصال المساعدات الغذائية ومؤن الايواء وكسوة العيد لسكان الجزيرة برغبة سامية من حضرة صاحب السموة امير البلاد ومنظم سلسلة حملة الكويت بجانبكم ندشن اليوم سلسلة غذائية تم توزيعها على القرى فاليوم ندشن 150 سلة غذائية للمتضررين من اعصار مكانو الاحياء الفقيرة والمتضررة منكوبة من جراء الاعصار حجم الضرر كبير المأساة كبيرة الجزيرة بحاجة الى ابسط مقومات الحياة فيها من الغذاء من الدواء من اماكن ايواء من البنية التحتية اغلبها تدمرت نقدم شكرنا وتقديرنا لدولة الكويت حكومة وشعبا على وقوفها دائما مع ابناء ارخبيل سقطراء في جميع المحن ممثلو الجمعية الكويتية للاغاثة ومسؤول الفريق الميداني حرصوا على مرافقة شحنات المساعدة وايصالها الى المناطق البعيدة عن مركز الجزيرة حيث واجهوا طرقا كان الاعصار سببا في قطعها مما اضطرهم للسفر ولمسافات مضاعفة في سبيل الوصول الى العالقين في سفوح الجزيرة احنا اليوم يأيين في فزعة كويتية لاخواننا واهلنا في جزيرة سقطرة وبفضل الله عز وجل تعاون من جهات متعددة وزارة الدفاع ازاهم الله خير وفروننا اربع طائرات والخمسة ان شاء الله قادمة محملة بالمواد الغذائية لاخواننا واهلنا في جزيرة سقطرة اكثر من عشرين طن من المواد الغذائية كالدقيق والارز والزيت والسكر بالاضافة الى سلات الغذاء وحقائب الايواء وكسوة العيد التي كانت كفيلة برسم البسمة على شفاه الاطفال واسر المتضررين من اعصار ميكانو الذي ضرب مساحات شاسعة من الجزيرة اختثمت الجمعية الكويتية للاغاثة فعالياتها وايصالها للمساعدات للمتضررين في جزيرة سقطرة بتسليم هؤلاء الاطفال المساعدات الغذائية بالاضافة الى كسوة العيد وذلك لرسم البسمة والفرحة عليهم من جزيرة سقطرة موفد تلفزيون دولة الكويت عبدالعزيز الشمري